لا هناك احمد الشيخ انا كده لا بقرب لي كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير اليوم المسلمين بالعالم كله بيحتفلوا بيوم عشورة هو اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى نجه فيه موسى من الغرق هو بني اسرائيل والمسلمين بيسوموا اليوم علشان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب للمدينة وجد ان اليهوب بيحتفلوا بهذا اليوم ولما سأل قالوا لهذا اليوم الذي انقذ فيه الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى فهم يعني بيحتفلوا به فقال نحن أولى بموسى ونصح المسلمين من يسوموا التاسع والعشر محرم أو العشر أو الحداشر محرم واليوم بردك هم نتذكر مقتل الإمام الحسين عليه السلام وان شاء الله يعني نتخطى هذه الكبوة التي حدثت في التاريخ الإسلامي وندعو للأمة بالالتقام ليه أنا سميت المحضرة الكلمة دي موسى ومشروع التغيير أنا طبعا بشكر الأخ أحمد الشيخ صاحب الفكرة والشباب اللي هو عبد الرحمن وماهر السيد علي اللي هم حضروا المادة العلمية ليه أنا سميتها موسى الصورة دي هي صورة صورة يعني مش هي الصورة الحقية تخيل لشق البحر ونجاة بني إسرائيل سيدنا موسى عليه السلام كان من أحد الأنبياء ذو العزم من الرسل اللي هو كان قوي وكان من من يحدثون التغيير سواء كان وهو في قصر فرعون أو في مصر أو لما ذهب وخرج من مصر إلى أن رجع مرة أخرى لينقذ بني إسرائيل ومع ذلك بني إسرائيل لما ذهب سيدنا موسى عليه السلام إلى جبل التور ليتلقى الألواح عبدوا العجل بعده فربنا يعني أتاههم في التيه أربعين عاما فلذلك في هذا اليوم بنكرم سيدنا موسى عليه السلام بما فعله أنه هو من من أحدثه التغيير المجتمعي في العالم وأنقذ بني إسرائيل الأسئلة اللي حطها أحمد الشيخ كتيرة جدا كتيرة جدا زي ما أنتم شايفين كده منها ده كلها أسئلة شبابية يعني إحنا يعني إيه مشروع بنقصد إيه بالتغيير بمشروع التغيير هل إحنا مؤمنين بالتغيير ولا لأ هل إحنا مؤمنين بمشروع التغيير ولا لأ وهل مشروع التغيير متجذر ومبني على أسس الأمل واليقين أم مجرد حاجة كده عشوائية وإنفعالية إلى آخره هل الفكرة عندنا واضحة يا شباب الفكرة في رؤيتها في رسالتها في مضمونها وفي أهدافها مقنعة أم أنها دبابية ومبهمة نتكلم عن كل هذه الأشياء عشان إحنا منحب نعمل تغيير في أي شيء لابدنا نسأل نسأل نسئلة لأنفسنا هذه الأسئلة هل أسباب والعوامل والدوافع لتبني هذه المشروع هي صلبة واضحة بالنسبة لنا أم أنها هشة وضعيفة ورخوة ده أسئلة الشباب اللي بتجيلي أنا علشان أحطها لكم مرة أخرى علشان إذا أردنا أن نعمل التغيير فلابد أن نسأل أنفسنا هذه الأسئلة اللي حطها أحمد الشيخت ما هي درجة الإحساس بالمسئولية يعني اللي عامل تغيير ده لابد يكون عنده إحساس بالمسئولية ممكن تزهق فيها أرواح ممكن تدعي فيها ممتلكات ممكن يشرد الناس إلى آخره هل عن درجة ما هي درجة الإحساس بالمسئولية والرغبة في مشاريع التغيير بمعايير الوقت والجهد والمبادرات هي والهدف الكبير اللي احنا من أجله بنعمل التغيير من أجل هذا الهدف احنا بنعمل التغيير ما هي دمانات نجاح التغيير ممكن أن يخش في مشروع يكون فاشل من الأصل ممكن أن يخش في مشروع يكون في الأصل فاشل فلزيك لابد نعرف إن فيه دمانات للتغيير ودمانات للنجاح ولا هل إحنا عندنا ما هي الإمكانات المتاحة اللي عندنا هل إحنا عندنا إمكانيات نستطيع من خلالها نحدث التغيير أم لا هل إحنا عندنا المهارات اللازمة كذلك هل إحنا عندنا المهارات اللازمة لنجاح مشروع التغيير ما هي العوائق اللي بتواجهنا علشان مشروع التغيير في قوة أخرى حتمنع التغيير وقوة دي موجودة من عصر الأنبياء من سيدنا إبراهيم في قصة النمرود ومن سيدنا نوح في من حوله يا ربي إن دعوتي قومي ليه نهارا فلم يزدهم دعايا إلا فرارا في قصة سيدنا موسى وفرعون في قصة سيدنا يوسف وسطنة المعبد وقصة سيدنا محمد والقراشيين إلى آخره إلى آخره إلى آخره وقصة سيدنا عيسى كذلك إلى آخره عليهم السلام أجمعين صلى الله عليه وسلم أجمعين دي كلها دي إيه العوائق إيه الأخطار كذلك يعني التغيير ده هو يعني شيء مش سهل شيء مش محضرة شيء مش كلمة شيء مش موعزة شيء مش فيلم تلفزيوني أو فيلم سينمائي لا التغيير دي مسيرة شعوب ومسيرة إنتاج وفي مسيرة الإنتاج دي بيحصل فيه تضحيات بالأرواح تضحيات بالأموال تضحيات بالجهد تضحيات بالعرق إلى آخره فلذلك كل هذه الأشياء إحنا حاسين أن فيه مخاطر قدامنا وإحنا مش محاسين لابد ندرك ونضع كل هذا على خريطة التغيير وخريطة طريق خريطة تغيير شيء وخريطة الطريق اللي إحنا هنمشى فيه شيء تاني ما هي نتاج الملموسة والفوائد متوقعة إذا نجح المشروع يعني فيه نتائج أنت ممكن أن تبسكها بإيدك كده وفيه نتائج أنت لابد الناس تتطلق فيك أن بعد عشرة أو عشرين أو تلاتين سنة هيحدث كذا وكذا 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 ودول أصحاب الرؤى اللي بستطيعون يقود المجتمعات ففيه نتائج ملموسة سريعة لابد نحن نقنع بها الناس وفيه نتائج أخرى طيورة المدى هتحصل هي الوسائل عشان ننفذ مشروع التغيير نستعملها مشروع التغيير وهي مراحل مشروع التغيير يعني زي ما أنا قلت لابد يكون فيه خريطة للتغيير أمامنا ويكون خريطة دي فيها خريطة طريق أيضا سنمشي في خريطة طريق دي مراحل سنة أولى فيه كذا سنة الثانية فيه كذا سنة الخمسة فيه كذا سنة العشر فيه다고 سنة العشرين فيه كذا ما فيهش تغيير بيحدث بين عشالي وضحاء لذلك كل لذلك ورسوله سلم أنزل عليه القرآن منجم في 23 سنة وكان قدرة الله سبحانه وتعالى أن ينزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثانية واحدة أو في دقيقة واحدة أو في ساعة واحدة أو في يوم واحد لا نزاله منجم علشان يتفاعل مع قضايا المجتمع الذي يعيش فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لكي يحدث بهذا القرآن ونزوله التغيير وهو وسيلة كبرى من سيلة التغيير هل إحنا عندنا سياسات هل نتبعها في التغيير ولا لا العملية اللي هبهبولي دي بقى وبرالومة والبرالومة وحاجات دي كلها ما تنفعش نقوم من نوم نعمل حاجة ما تنفعش لا لابد يكون لنا السياسة لابد يكون لنا قليل طريق لابد يكون لنا مراحل للتغيير لابد يكون لنا وسائل للتغيير لابد يكون لنا عندنا أشياء واضحة درسين مخاطر درسين الإنجازات إلى آخره إلى آخره إلى آخره فكل هذه الأشياء نضعها أمامنا ونسأل أنفسنا يعني أردنا أن نغير فلابد أن نسأل أنفسنا مثل هذه الأسئلة وأكتر كذلك فيه كما مراحل التغيير من كترة أربعة أو خمسة دي نختلف عليها ممكن نناس تزودها ممكن نناس تنقصها لكنها في الأصل هي الفكرة والإمام بالفكرة إن آمنا بفكرة التغيير لابد أن نجمع حولنا مجموعة ممن نجعلهم يؤمنون بها وإنما نستطع أن نبني هذا الفريق لن نغير لن يستطيع شخص واحد أن يغير الكون أو يغير المجتمع أو يغير القرية أو يغير أي شيء لابد أن يجتمع حول هذه الفكرة التي آمن بها صاحب الفكرة من المغيرين ومن المنجزين ومن المبدعين والتف حوله مجموعة من الناس يؤمنون بمثل هذه الفكرة يبقى أول حاجة فكرة وثم الإيمانة بها ثم الصحوة إحنا لما يجل من نسحة الناس من النوم عشان يصر له الفجر أو عشان يروح يسومه في رمضان مجموعة يصحة صحة من النوم الصحة والصحوة تختلف عن اليقظة يعني أنت صحيت من النوم وأنت لسه مش فاية لكن تبتتفتح عنك وتبتتتخرج وتشوف اللي حواليك بقى كده دي اليقظة اليقظة هي أن تعي ما حولك من تغيرات داخل المجتمع وتعي محاسنها ومساوئها ومخاطرها ومسالبها في نفس الوقت فاليقظة دي يعني ممكن أن يصحى من النوم لكن معنيهم مغممة ما بيشفوش ما بيسمعوش ما بيحاولوش يبنوا أو بذلوا المجهود علشان يعووا لما حولهم بلادهم مثلا بتضيع بلادهم تسرق بلادهم كذا كذا ويقولك لا عم ده اللي احنا نسمي له الإنسان البيولوجي والإنسان البيولوجي اللي ممكن نصحى من النوم لكن ما يعملش حاجة انا عايز روح للشغل اكل انام اتخلف اه كذا اتفتح الاخير اما اللي عايز روح يحط رأسه في التعب ده هو حور يبقى فرق من الصحوة واليقظة كتير جدا نتكلمنا عن الصحوة في الموادي لكن الصحوة اللي كانت موجودة في الموادي ما كانتش يقظة كانت هنا مجرد ايه صحوة بعد كذا هو لو المجتمعات اصبحت يقظة لمقدرتها ولقدرتها وتحتقيق لقاءها ستستطيع انها تبني النهضة وتستطيع انها تبني الحضارة واستطيع انها تنعم البشرية كلها بحضارة ونهضة مثل هذه الامم التي امنت بفكرتها صحت من غفوتها يقظة اصبحت يقظة وحاضرة الزهن ثم بنت النهضة والحضارة اي عامل تحقيق مشروع التغيير بقى كتير وحنتكلم فيها كتير جدا 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 وحنتكلم هنا عن ايه على اهم عامل في العامل دي كلها اسمه الكتلة الحرجة الكتلة الحرجة او بنسميها هنا كتلة التغيير كتلة المجموعة الاول ان احنا تكلمنا عنهم هنا هو اللي هم اصحاب الامام بالفكرة اللي بيبنقوا الصحوة والياخزة اللي دي الكتلة الحرجة الكتلة الحرجة دي اول نقطة في نقطة التغيير هنا نتكلم عنها ازاي نبني الكتلة الحرج دي او كتلة التغيير في عامل كتيرة جدا ممكن نمشي وراها في مجتمع مستقر في مجتمع مستقر وفي حرية وفي ديمقراطية يبقى التعليم والثقافة والوعي المجتمعي من خلال برانجو الحكمية يبقى الحكومة هنا معطيها المساحة التغيير لابناء هذا المجتمع يبقى ده في مجتمع مستقر يبني يؤمن بالحريات ويؤمن بالديمقراطيات وده يعتبر حالة من الحالات اللي هم نتكلم عنها اما في المجتمعات غير مستقرة المجتمعات اللي بتحكمها حكومات غير ديمقراطية حكومات ظالمة حكومات ظالمة الى اخرة دي لابد جزء من التغيير هو ايه اول حاجة تعرض للازمات لما الانسان بيتحرد لازمة بيستطيع انه يستجيب ليها فهنا بيكون ده احد العوامل ها من التعرض للازمات لماذا؟ لانها حسسقط الاقناع على الانتهازيين ومنافقين ومثقفين اللي منسميهم النخب في هذه المجتمعات فدي احد وسائل بناء النخبة لها تحتعمل عملية التغيير هم عرفوا بقى من الصالح من الطالح في المجتمعات اللي فيها عدم موجود ديمقراطية فيها نمو الوعي المجتمع الجديد من خلال مقاومة ابناء المجتمعات للثقافات والسياسات الغريبة والمفروض على مجتمعاتهم ده احد على العامل الاخرى اللي بتجد ان فيه اشياء غريبة جاية على المجتمعات فيه ناس يعني وثقافات غريبة فدي بتخلي بعض الناس يفوقوا من النوم ويخرجوا من الصحوة الى اليقظة ويكونوا اللي هو كتلة الحرجة او كتلة التغيير نمو شندة البطش والتضييق على المجتمعات التي تتسلط علي القوة وسلطات التي تلتقوم بالديمقراطية وتقالد الحريات الشعوب دي بتخلي تعمل ردة فعل عكسية كلما ازداد البطش كلما ازداد الانتظار في القلم الذي يحدث الفكر الذي يؤدي الى التغيير التعلم من تجارب مجتمعات الاخرى يعني احنا شوف الكتماعات اللي حاولينا بتعمل التغيير ازاي كانت عايشة في ظروف اسوأ من الظروف اللي انتوا كنتوا فيها لكن استطاعوا انهم يتعلق يعملوا التغيير ابناء هذين المجتمعات المهاجرة في الخارج واللي اكتسبوا خبرات كثيرة في المجتمعات الهاجرة دول يبقى احنا اذا اردنا ان نبني الكتلة فالكتلة ممكن تكون تبنى في مجتمع مستقر مجتمع ديمقراطي مجتمع بقيم الحريات من خلال برامج الحكومية اما في المجتمعات اللي هي ما فيهاش حريات ما فيهاش ديمقراطية ما فيهاش دولة الحقوق ودولة القانون فبتيجي من التعرض للازمات والكوارث اللي بتسقط وراء التوت على ما يصمونه النخب المثقفين من خلال قومات ابناء المجتمع للثقافات والسياسات الغريبة على مجتمعاتهم ومن خلال شدة البطش اذا كانت هناك سلطات غاشمة تحكم مثلا هذه المجتمعات من خلال التعلم من تجارب الاخرين من خلال الابناء المجتمع اللي هجروا لدول اخرى يبقى دول خمس او ست نقط في كيفيه بناء كتلة التغيير فيه المجتمع المستقر الديمقراطي اللي فيه حريات والمجتمعات غير مستقرة عامل اخرى غير بناء كتلة التغيير اسمها ايه تفاعل كتلة التغيير لا بد كتلة التغيير دي مش بس كنا عاديين كده في قدة ظلمة وبنتكلم كلام حلو وبتعدى ونطلع في التلفزيون لا لابد كن هي عندها تجارب متفاعلة مع الاحداث اليومية والانية للمجتمع نفسه في كل حارة وكل خرم من اخرام المجتمع دي يبقى كتلة التغيير او كتلة الحارجة دي لابد انها تتفاعل مع المجتمعات المحيطة بها خدميا خدميا منها تخدمهم لابد ايضا تتفق هذه المجموعة على رؤية بسيطة ووطحة تتبنىها الثقافات المختلفة المكونة لأعضاء كتلة التغيير لان داخل كتلة التغيير ده مش ممكن حيكون نسيج واحد او قد قلنا في بلد 99% منها مسلمين حيكون كلهم مسلمين لا في غير مسلمين حيكونوا جزء من كتلة التغيير او قد قلنا انهم سنة لا في غير سنة حيكونوا في كتلة التغيير او قد قل كذا كل دول او قد قلنا ان الرجال لا ووضحة تتبنية ثقافات مختلفة المكونة لأعضاء كتلة التغيير ويفهمها أبناء المجتمعات المحيطة بها محيطة بأفراد هذه الكتلة يعني بس مش تكون إن كتلة التغيير وأعضاء هم القادرين على فهم هذه السياسات لكن كمان المجتمعات المحيطة بها لما عادين يغيروها إلى آخر نمار الأربعة تقسيم تنفيذ الرؤية مرحليا وجرافيا يعني أمني كنت عندنا رؤية مفيش رؤية كده حتنزل تتنفذ بين حشيات نوضحها في 24 ساعة أو في سنة لا وما فيش رؤية حتنفذ على كل المناطق المختلفة في الدولة أو في المجتمع بنفس الطريقة ففي مجتمعات مختلفة في كل منطقة فقد يتباين تنفيذ مثل هذه الرؤية داخل هذه المناطق غرافين وثقافين تقسيم التنفيذ الرؤية مرحليا وجرافين حسب إمكانات أبناء المجتمعات القادرة بناء التحالفات لابد إن إحنا نبني تحالفات بين الكتلة دي وكتلة أخرى مش أنتوا بس لحايدين تقوم بالتغيير مش جمعتك بس مش حزبك بس مش ثقافتك بس مش دينك بس لا لابد يكون في بناء تحالفات وبناء شركات بين الكتل المختلفة المكتلة الأخرى وغيرا يتفق كل هؤلاء على الأيسر والأعام والأوضح لمن؟ الأيسر والأعام والأوضح للعامة عشان لا تفتنوا العامة في كلام مبهم ما يفهموه فين فرط عقد العامة من حولك يبقى بناء التحالفات بين هذه الكتلة والكتلة المجتمعية الأخرى بالاتفاق على الأيسر والأعام والأوضح للعامة وإن كان قليلا وبسيطا 2-6 محاولة إزالة ورفع كل القيود ودي أسعب حاجة أن أنت ماشي في طريق كده هو والقيود اللي قدامك مش أنت لحطتها فكيف نزيل مثل هذه القيود؟ إلا إذا هنا أصبحت رؤية واضحة لكل كتل التغيير في داخل المجتمع أن تستطيع أن تمشي في هذا الطريق وتدفع بقوة التغيير الإيجابي داخل منتل هذه المجتمعات يبقى النقطة السادسة اللي هي محاولة إزالة ترفع كل القيود المعيقة أمام هذه الكتلة وإعطاء كافة الفرص والتسهيلات لها وهذا هو التحدي الأسعب يبقى بالنسبة لعوامل تحقيق مشروع التغيير أول حاجة بناء الكتلة التغيير تانية حاجة تفاعل الكتلة التغيير مع المجتمعات المحيطة بها خدميا تانية حاجة الاتفاق على رؤية بسيطة وواضحة تانية حاجة تقسيم تنفيذ الرؤية مرحلين وغرفين خمس حاجة بناء التحالفات مع الكتلة الأخرى سابسة حاجة إزالة كل عوامل القيود المجتمعية المعيقة للتغيير طيب دي نصائح بعد نصائح للشباب لأن الشباب دايما ثائر الشباب دايما كثير منه لا غير صبور كثير منه يتعجل الثامرة فعنا فيه 15 نقطة أو 16 نقطة احنا كتبناها أو كتبها الأستاذ أحمد الشيخ اللي منها أنا أبدأها بقولي أن التغيير هو الحدث الطبيعي الدائم والوحيد الذي يحدث لنا في حياتنا في كل لحظة من لحظات الحياة التي نعيشها على وجه هذه المعمورة التغيير هو الحدث الطبيعي الدائم والوحيد الذي يحدث لنا في حياتنا في كل لحظة من لحظات الحياة التي نعيشها على وجه هذه المعمورة فإن أردنا أن نصنعه فعلينا اتبع التالي إن أردنا أن نصنع التعيير علينا أن نصنع التالي لبعض الأسئلة أو النقاط اللي هي نصائح للشاب اللي حطها أحمد شيخ ونقول فيها أن التغيير عمل مدني وعمل طويل مش حيحصل بين عشية نزعان وأنا حضر بالأمثلة في الشريحة القادمة لكم ماذا حدث معنا هنا أول حاجة فيه من عامل التغيير يا أخواننا اللي هو التعلم العلم 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 والاستعانة بالعلوم والمعارفات المجتمعية لابد أن نستعان بالعلوم والمقايا والمعارفات المجتمعية لابد نتعلم حذاري إنكم لا تتعلموا حذاري إنكم نتعلموا ونصبح جميعا من الجوها دي نمرة واحد نمرة اتنين معرفة أصول مشاكل المشكلة معرفة أصول المشكلة المجتمعية إزاي we can actually imagine نرى ظاهرة المشكلة لكن أصل المشكلة طالما احنا مش عارفين جذر المشكلة فيهم. واصل مشكلة فينا عمرنا ما حنعرف نحل المشكلة. لا تتعامله فقط مع الاعراض. لو تتعامله مع اصول المشاكل. نمر ثلاثة الشفافية يكون في احنا كمجموعة تريد ان تغين يكون واضحين وشفافين في عملنا مع المجتمع. ما نكونش بوهمين. ما نتكلمش معهم بلغات غير واضحة. مش فاهمينها. يقول لك يا عم النازل طيبة وكل حاجة لك مش فاهمينهم بيقولوا ايه. الشفافية الوضوح وعدم رفع سقف التوقعات للعامة. نمر الاربعة يكون البرنامج اللي احنا حطينه للتغيير واضح وبسيط ومرحلي. يكون برنامج واضح وبسيط ومرحلي. آآ. نمر الخامسة عدم اقصاء ابناء الثقافات الاخرى. حذاري. واقولها بردك خمسين مرة حذاري حذاري حذاري. ان تستأثر مجموعة ها. بالمسيرة وان تقصي مجموعة مجموعة الاخرى. لن يحدث تغيير. بعد تسعين خطين عكسي وردة عكسية لهذه المجتمعات. حذاري. كل فرد في المجتمع وكل مواطن في الوطن عنده الحق في ان يصنع او يستفيد او يكون مالك او من ملاك الوطن نفس. يعني ملكية الوطن ترجع للشخص. انا كشخص. كمواطن. للحق في ملكية ارض وطني. سواء كنت على عقيدة الف او على عقيدة به او على عقيدة. ما تكلمنيش عن عقدتي. كنمش عن ثقافتي. انا ولدتي في هذا المكان وعيش في هذا المكان. فمن حقي يكون لي جزء من هذا الوطن. بعد كده نتكلم عن المراحل الاخرى. فالاقصاء او ابعاد هؤلاء الناس لن يحدث التغيير. وضع بالنجاح المرحلي. ولا بد ان نقيم كل نجاح وكل اخفاق. مرحليا. اخلاق نحن كاصحاب التغيير. يعني دي ما قالوا في رسول الله سلم كان خلقون القرآن وكان قرآنا يمشي عن ارض. فبما رحمته من الله كنت لهم. ولو كنت فضلا. فبما رحمته من الله لنت لهم. ولو كنت فضلا غير لنا القلبي ينفضلوا من حولك. فالرحمة واللين كانوا من قصفات الرسول الله سلم وكان خلقون القرآن. التحالفات بناء التحالفات وشركات احنا تكلمنا عنها قبل كده هو يكون جزء من عوامل او اه للشباب اللي هو الصبر والتحمل وعدم اليأس. ايه وعا تقول لا خلاص بقى انا عملت دي على لا ما عملتش لعلك لسه. انا عملت التجربة دي خمسين مرة لسه تبقى خمسمائة مرة. عملتها خمسمائة مرة تبقى خمسمائة وخمسين مرة. عملتها الف مرة تبقى الف مرة وهكذا. اه المرودة في التطبيق يعني حتى حتى فهم القرآن وتفسير القرآن تباين عليه علماء مختلفين في اماكن مختلفة. وده كان كلام رب الله سبحانه وتعالى. فانا بد يكون عندنا مرودة في التطبيق وكذلك وتغيير الاستراتيجات. امت وفق الحاجات المجتمعية المتغيرة. وكذلك التغييرات الاقليمية والعالمية. يبقى مرانة في التطبيق وتغيير الاستراتيجات وفق الحاجات المجتمعية المتغيرة والتغييرات الاقليمية والعالمية. المرة. 11 عدم التسرع في قطف الثمر. الله لا. لسه لسه بدري. وصبر واصبر. وصبر. سabb mue ossبر. صحيحة الثمر عنها اسفر لكن اسبر عليها. لان اسفر الاواني ده قد يكون مر من الداخل. عدم التسرع في قطف في مرة التغيير قبل أن أتجهها وعدم نخداع بمظاهر الأقوال لمن يعيقون عملية الإصلاح والتغيير في بعض الناس ممن كان يعيقون عملية التغيير والإصلاح دول حيجوا كل مكلام حلو في وسط النشوة دي فلا تنخدع بهم لا تنخدع بهم محاولة معرفة دي مهمة جدا 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 اللي هي إيه كيف نعرف أن هناك دول عميقة داخل المجتمع سمعوا يا شباب مفيش دولة في العالم مهما عزمت قوتها ومهما انكثرت الحريات فيها والمصارات الديمقراطية فيها والدول القانون إلا وفيها دول عميقة تنكمش الدول العميقة داخل هذه الدول وتنبسط وفق قوة القانون والحريات والعدالة لكن لا تنقطع في الدول التي هي الغاشمة أو الظالمة تتمدد الدول العميقة وفي الدول فيها حريات كتيرة جدا تتقلص لكن لا تموت تفضل كبذرة سيئة داخل كل المجتمعات فلابد نحن نعرف أن الدول العميقة في المجتمعات بتاعتنا وماذا ارتباط هذه الدول ببعضها البعض في داخل بلد ثم ماذا ارتباط هذه الدول بالقوة الخارجية المناهضة للتغيير نمر البر 13 اللي هي بناء مؤسسات المجتمع المدني وده مهم جدا 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 في تثبيت أرضية المجتمعات وأحداث سرعة في بناء عمليات التغيير يبقى انا اتكلمنا على الخمساشر نقطة أو 13 نقطة للشباب اللي هما آه 13 نقطة للشباب دول هقول لهم تاني آه اللي هو التعلم والتعليم والسعام بالعلم معرفات المجتمعية معرفة أسول المشاكل الشفافية الوضوح وعدم رفع وعدم رفع السقف في التوقعات العامة يكون برنامج التغيير واضح وبسيط ومرحلي وعدم إقصاء أبناء الثقافات ومعرفات الأخرى وضع آليات لمراجعة مسيحة بناء التغيير آه نرى أخلاق أصحاب التغيير وشفافاتهم المجتمعية بناء التحالفات والشركات الصبر والتحمل وعدم اليأس والإصرار المرودنا في التطبيق وتغيير الاستراتيجيات وفق الحاجات المجتمعية المتغيرة وكذلك التغييرات الإقليمية والعالمية عدم التصرع وفقات في الثمار آه التغيير قبل وتجاه وعدم الانخداع بمظاهر الأقوال لمن يعيقون عمليات الإصلاح والتغيير نمر 12 محاولة التعرف على الدولة العميقة وما در ارتبطها ببعضها البعض في الداخل أو ارتبطها بالقوة الخارجية المنهضة للتغيير في الخارج والانمر 13 بناء مؤسسات مجتمع المدني فعلا هل توجد كتل للتغيير في مجتمعاتنا؟ نعم موجودة لكن في وسط المجتمعات التي لايست فيها ديمقراطية ولايست فيها حرية تتعامل معها كل فرد مننا بيحاول يكون فرد من كتلة التغيير وحده في مكان ما فمن نعم ولكنها لا توجد في صورة كتل بل في صور أفراد يحاولون تطبقها نمرة واحد أو يؤمنون بها وغير قادرين على تطبقها أو يؤمنون بها وغير قادرين على الإفساح عن نواياهم للعامة خوفهم من البطش به مؤذر مفيش مكان في العالم مهما كان المكان ده قوة الدولة الغاشمة فيه إلا وفي أفراد هم متفرقين يؤمنون بالتغيير السؤال الكبير بقى للشباب ولينا كده هل إحنا نجحنا ولا لأ أنا أقول إن إحنا نجحنا وهننجح لأن نجحنا هو من النجاح الأنبياء والرسل اللي أم جوم زي ما ذكرنا سيدنا موسى عليه السلام لما عمل كل المجهود ده كله ومع ذلك بني إسرائيل راحوا عجلوا العجل بعد كده يعني فيه نجحات كتيرة جدا هل سيدنا أبراهيم ما نجحش في رسلته نجح في رسلته وانتصى عن نمرود هل سيدنا نوح ما نجحش في رسلته نجح في رسلته وأخذ من آمنوا معه في السفينة هل سيدنا موء عيسى ما نجحش نجح في رسلته لأن رسلته كانت لهداية خراف بني إسرائيل لدلة هل سيدنا موسى ما نجحش فرسالته نجح فرسالته انه اخرج بني اسرائيل من بطش فرعون في مصر الى ان راحت الى سينة هل سيدنا محمد نجح فرسالته بتفوق وهكذا احنا بقى كافراد نبص على انفسنا انا من 35 سنة هتكلم عن مسيرة حصلت هنا في برطانيا او في اوروبا ما كانش فيه في اوروبا من 35 سنة مؤسسات انسانية دولية بدأنا هذه المسيرة ها الان الان المؤسسات الانسانية الخيرية الدولية المسلمة بالمئات او تصل الالاف في اوروبا كلها ثم في امريكا ثم في كندا ثم في اماكن اخرى كان في اربعة وتمانين وتلاتة وتمانين وخمسة وتمانين ما كانش فيه وعي عند الشباب انهم يعملوا مسيرة بس بعد 35 سنة اصبحنا مئات والاف دي نمرة واحد نمرة اتنين هنا هو في برطانيا اذا اذكركم بعض الاشياء اللي احنا قلناها كنا كل رمضان بنمشي نعملها يعني نلف على كل المساجد في الايه في برطانيا نبيع الكتب ونجمع التبرعات لان ما كانش فيه ولا مسجد في الوقت ده خاصة في المدن النقية عن لندن في مكتبة الوقت في كل مسجد في مكتبة وفي كل حارة في مكتبة لبيع الكتب الاسلامية واللباس الاسلامي الاخرين الدورة الرياضية عملنا دورة الرياضية بدأت من سنة 89 عشان نجمع الشباب في كل بريطانيا يلعبوا كورا تقدم ويلعبوا وولي ويلعبوا باسكت ويلعبوا اللي هي كورة الطاولة الاخرين وكذا 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 دلوقتي اصبح في التلاثين سنة اللي فاتوا ان في كل منطقة موجودة فيها دورات رياضية مفيش مكاتب للإغاثات دي في كل إلا في لندن وبرمنجام ومنشاة دلوقتي في كل مدينة وفي كل قرية فيه مكاتب للإغاثات كذلك محلات لحم الحلال كنا منسافر من ويلز عشان نيجي وولفرهامتون نشتري خروف في يوم الجمعة أو يوم السبت عشان نرجعهم نقسموا على الناس اللي موجودين في في الوقت دا كان في أمتى السبعينات والثمينات الوقت فيه مدابح وفيه محلات اللي بيع اللحم الحلال في كل حاجة اللي بس الإسلامي كنا منشتريه من لندن دلوقتي في كل منطقة وكل حارة في برطانيا موجود فيه أنواع الأكل المختلفة اللي بتيجي من شرق أسيا والشمال أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط موجودة كلها حتى ان احنا نقول للشباب اللي في الدول العربية وغيرهم ان أنواع الفواكه والمأكلات اللي موجودة هنا هو أكتر من اللي موجودة في عندكم في الدول العربية دخول المسلمين المجالس المحلية والبرلمانات الوقت أصبح كتير وأصبح منهم وزراء وأصبح منهم عمدة موجود في لندن الربيع العربي كتير جدا من الناس قاعدة خريف وشتاوا وقادر ربيع عاد من تاني وبعدين عبدالرقاء يجي يجي فرير لاطرش باقي يتكلم عن الربيع وبعدين الربيع خريف لا هو لسه مازال ربيع عربي ليه؟ وما فشلش لماذا أن رفع مستوى الوعي عند الشباب ارتفع ارتفع بس كانت تمنوا عالي جدا فلذلك احنا ما ننظر للنين دي يقول له احنا فشلنا وينذوي ويمشي يقول له لا انت غلطان انتم لم تفشلوا لان في مسيرات هنا انا اتكلمت عنها احدثت التغيير واستند بسنع الانبياء والرسل من قبل وربنا وفقها فلذلك التغيير عايز صبر وتحمل وطول عمل واكتهاد وجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى واسرار على احداث التغيير وتضحية اللي مش عايز ضحي ومش عايز يصبر عمره ما هيعمل عملية التغيير احنا فبعد نصف ساعة ان شاء الله على الساعة واحدة هنقول نفس المحاضرة باللغة الانجليزية خاصة ان احنا حصلنا نظروف اليمندور في البث فان شاء الله بنعتذر منكم ان شاء الله لكن بعد موقع الانجليزية احنا حصلنا نفس المحاضرة باللغة الانجليزية ان شاء الله موسيس ومشاركة الانجليزية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة